أما هلأ رح ننتقل كمان لمساحة اليوم قديت ظروف صعبة فراح؟ أكيد صعبة على الكل وبتختلف يمكن طرق مواجهة هاي الظروف من شخص الآلة تاني بعضهم يمكن رشاة منشوفهم بيستسلموا وبيندبوا حزن وبيلجأوا لأساليب يمكن مانا صح لحتى يأمنوا لقمة العيش والبعض الآخر يمكن عنده إصلاح كتير قوي بحياته إنه هو يحارب لحتى يحصل لقمة العيش بطريقة صح رغم الظروف الصعبة ومن هي الطرق كمان رشاة اللي عم نشوفها بالفترة الأخيرة هي البازارات اللي بتختلف وبتتنوع من بازار إلى آخر وعم نشوفها كتير بالفترة الأخيرة وهي فعلا ناشحة وإلى صوت وصدى كبير صارت مشروع صغير لناس كتير هذا المشروع يعني مو بس عم يأتي دخل لصاح وأيضا يعني اليوم في أيدي عاملية عم تتشغل ضمن هذا المشروع فكانت فكرة كتير ناشحة البازارات يعني وكنا كتير عم نضوي إعلاميا عليه بس اليوم هيك عنا بازار يعني شوي محضوم صار عنا في وضول وروح نزوره ونشوف اليوم ورشو عنا شغله طبعا هو اسمه بازار الفصول الأربعة عتيق للبيع يعني من اسمه فرح ممكن هيك تتخيل شو ممكن تكون بقلبه أكيد يعني أي شي ممكن نحنا ما نبحاشته بالبيت من أكسستوارات من مواد مونع حتى من ألبسة أي شي ما نبعا بعاسته يمكن وهو صالح للاستعمال نحنا فينا نعرضه ضمن هذا البازار طبعا هذا الموضوع رح نحكي عنه بالتفصيل مع السيدة هنا اللعكش وهي المسؤولة عن بازار الفصول الأربعة عتيق للبيع يصعد صباحك أهلا وسهلا فيك صباح خيرات شكرا للإضاءة والاهتمام أهلا وسهلا ومشكوري لأنه يعني هو بوقت كثير نحنا بحاجة لهيك نوع من الأسواق أكيد ستنا أو شي سعد صباحك يعطيكم ألف عفية بداية لكل الجهود اللي عم تشتغلوا عليها خلينا نروح لموضوع البازار وهو فكرة حلوة اليوم للبيع أو المقايضة شي بدل شي اليوم نحنا بحاجة والظروف يعني كلنا منعرفها خلينا نروح لفكرة التحضير للبازار كيف اشتغلتوا عليها هلا الفكرة هي بدت بسوق الفصول الأربعة لشغل الإيد كان البداية هيك كان أنه هو لتسويق منتجات مجموعة خلايا النحلة السيدات اللي بيشتغلوا بإعادة تدوير الأقمش المستعملي التدوير الأقمش التراسي البداية هيك منه طلع سوق عتق للبيع فكان من الاسم أنه سوق الفصول الأربعة لشغل الإيد فصلي كل ثلاثة شهور ربيع خريف شتاء صيف ومنه طلع عتق للبيع عتق للبيع أخذ كتير ترحيب من الجميع وهذا كان قبل الكورونا هذا الحكي كله قبل الكورونا بعد الكورونا صارت الأزمة الاقتصادية الأوية ما عدت فينا عملنا سوق فصول أربعة لشغل الإيد لأنه السيدات اللي كانوا يجوا من برات الشام في صعوبة حتى التحضير للمواد الأولية في صعوبة وهي أغلى فدمجنا الأسواق وسميناها سوق الفصول الأربعة عتق للبيع حلو بدون شغل الإيد وبدون سوق لحاله هلأ الفكرة هي كانت أنه هي موجودة بكل العالم الفكرة معنا جديدة علينا نحن موجودة من أميركا لدبي لكلها بس بالعالم كلها البلدية هي بتجي بتخصص مكان بتخصص بيوم أطلي والعالم بتجي بتبيع أغراضة يعني اللي عنده زايد مشان ما يعمل حتى طاقة سلبية بالبيت وإعادة تدوير لهي الطاقات ونحنا يعني كلنا منجمع نحنا خاص نحسريني كلنا نجمع أغراض بدانك ركيب هدو القصص كلنا هلأ فهي هاي الفكرة هلأ نحنا لعملنا هون أنه نحنا نظمنا هذا الشغل يعني نظمنا عظم صالي بيجوا في ستات مبدي قولي ستات المشاركين بيجوا بيشتركوا بيسجلوا عندي هلأ أنا بمعني المسؤولي عن السوق كله فأنا بأجرهم الطاولات وهني يوم السوق بيجيبوا غراضون وبتم يا أما بيع يا أما مقايضة ودائما بالسوق لنا طاولة موني يعني في عنا الزيت البلدي والزيتون والزبدة والجبني كلها هاي في طاولة أحيانا في طاولات بيكون فيها تبع الكعك اليانسون البتيفورات الشغلات حسب ما يلتقى في عنا طاولة شوكولات في عنا الطاولات الأعمال اليدوية الحقيقة هي الأغلبية صارت أكسسوارات كان اللافت بالنظر البازار اللي خلص يوم الخميس إنه كان في عنا طاولة لصبيتين هني بالسانوي بس هني حبوا يستقلوا باقتصاديا فشتغلوا أكسسوارات وعم بيشاركوا بالبازار كرمال يخففوا عبء على الأهالي يعني خففوا عبء وهني يكون عند استقلال الاقتصادي كمان كان عندي طاولة فيها شاب وصبي عم يدرسوا طب بشري وفي عنا أكتر من طاولة بيجوا الأزواج مع بعض وفي أحيانا بيجوا شباب بيأخذوا بس نحن مثل ما بنعرف ببلدنا النشاط أغلب هو للسيدات فهني بفكروا أن السوء هو للسيدات لا هو للجميع ومفتوط للجميع المكافحات اليوم المكافحين نحن بنقول نحن سيدات عم نحاول نخلق شي حلو بهذا الزمن الصعب الفكرة اليوم يعني تقبل الشارع السوري وإقبال مو بس تقبل تقبل وإقبال الشارع السوري كيف عم بتشوفي هل في تشجيع له هذول المشاركين إن كان بي يعني ممكن أنا ما بدي أشتري بس حبيت ممكن شجع ومقتني شغلة مثلا أدمن كانت بسيطة ممكن فعلا فيه أشياء كتير مهمة لأنه نقصت نوهية بحالة ممتازة فأنا أشتريها وتكون عندي كيف عم بيكون الإقبال؟ بالعكس الإقبال كتير شديد يعني ونحنا طرينا نوقف لشهرين السوق لأسباب خاصة كتير كان تليفونات يجيني إنه يا مدام جاي العيد الله يخليك يبني لبس أولادنا يا مدام جاي العيد طلع في ناس بتيجي من كتر سوقنا مرخيص ويعني كمان الله يعيني المشاركين معنا لأنه بيجوا للناس تاني أنه رخيص هني مفتكرين أنه سوق خيري هو الحقيقة سوق خدمي وأقرب للخير بس ما نهو سوق خيري فتلاقي بيكاسر وبيكاسر وبياخدوا كميات كبيرة هني بيروحوا يبقوا فهي عم تصير دورة يعني الكل عم يشتغل الكل عم يشتغل وهذا النوع من الأسواق هو سوق رابح يعني الصالي رابحة لأنه عم يجي يدخل اللي عم يبيعوا هني غراضهم من بيتهم كانوا يابدون ياطوا ويابدون أنه عليهم فهني عم يبيعوا وماشر يستفيدون لا عم يشتري عم يشتري بأسعار رخيصة وأنا بالنسبة لي صارت سند إضافة لراتب التقاعد يلي كمان ما بنع نحكي عنه معروفا أدشو سخي عم نشوف بعض الأنثرتات الصور من البازار أدي اليوم وهم تعميم هاي الفكرة مو بس بدمشق بجميع المحافظات السورية أدي اليوم بحاجة لهيك أفكار تدعم خلنا نقول الدخل وخاصة مثل ما قلت اليوم الدخل محدود أنا رح استثمر وقتي هون معكن ونشهد وزارة الاقتصاد نشهد المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية أنه هاي الأسواق مثل أسواقنا هي أسواق خدمية عما تلبي كتير عالم وهي فرصة يعني فكرة تنتشر بكل سوريا أنا فيني غطي المشروع هلأ المشروع الحقيقة مو أهل المشروع اللي بيجوا على السوق المشروع بيجوا أحوالها مساكن الحراس جبل الرز الضاحية القدسية دم لا أعرف بيجي فأنا بدي ناشدهم أنه نحنا ما يكون تعاملهم معنا مثلنا مثل الخمس نجوم مثلنا مثل أي بازارات على مستوى تجارية نحنا الأسعار كتير رخصة أنا وقتل بدي أجي أدفع كل موافقة خمسمائة ألف أنا هاي بدي أخذها من المشاركين والمشاركين بدي نحطوها عتيابهم عغراضهم وغراضهم بدت ترفع سعرها للمواطن فأنا بناشد أنه يتوصف سوقنا لأنه يمكن وقت لحطوا القانون ما كانوا يعني ما كان في فكرة أنه في هيك أسواق فأنا بناشدهم أنه يوصفوا سوقنا ونحنا مندفع لعلينا ونحنا مندفع التزامنا يعني واجب هذا تجاه الدولي نحنا مندفعه بس نكون بناسب سوقنا أنا مو معقولة بيدفع خمسمائة ألف على كل موافقة إن شاء الله بيوصل صوتك اليوم يعني أنا هذا اللي بطالب فيه وأنا ما اعتبرت رسالة وأنا بتم دافع هالفكرة لأنه هذا السوق ويصير لنا توصيفه ويصير لنا سعر مناسب نحنا مندفعه هذا رح ينتشر بكل سوريا إن شاء الله وهو كتير كتير حاليا ضرورة اقتصادية ملحة أساسي صار ورح أقول أني أنا كل ما إجيت عم وقابلة بكون لابسي كل التيابي منعتي إلا البيع لا كتير حلوين حل حبيت لا لأنه في لقطات نحنا في عنا سيدات بيسافروا بيجوا هاي عندهم كتير التياب منظبوط فكل ما إجاب بيساعدوا فيه حتى قصة الأكسسوارات الهند ميد اللي منشوفها نحنا كمان فعلا ألوان حلوة صحيح يعني فيه تقاني حلوة تماما يعني فيه شغلات كتير حلوة غير يعني الأكسسوارات لما نشوفها جاهزة وهي بطبيعة الحال أصلا بتكون هي أغلى من الأكسسوارات الجاهزة أول كي بيقول لك هند ميد يعني هي غالية يعني بدك تتعرف في هذا الشيء إلى حق تمنة وتعبة وقتها وتعبة والمواد الأولية فرح اليوم دائماً عم يعطونهم والمواد الأولية هذه المواد الأولية مزبوط اليوم إذا بنا نقول عن هاي القصص اليوم كيف عم بيتم التوازن بين تكلفتها الوقت الجهد وبين كيف عم بتتقدم لهذا الجمهور يلي اليوم عم يبحث عن الرخيص والحلو بنفس الوقت حلا الصراحة أنا ما بتدخل بالأسعار يعني أبداً هاي ما إلي علاقة فيه أنا إلي علاقة إني أجر الطاولة وهني بقى كل واحد هو وعمليان بيصير شطارته بالبيع ورحمانيته وهالشي بس بشكل عام الصبايا فيه إقبال على الأكسسوارات يعني مهما كانت الأزمة كبيرة الصبايا والصغار ما رح يحسوا فيها وبتمبدون أكسسوارات هي ماشي والدليل إنه عم بيشاركوا معنا جمعة الأكسسوارات دائماً اليوم هي فرصة للتسويق كمان يعني الموديلات والبضائع يعني شفنا في تجربة كان على النات والفيسبوك نفس القصة يعني ولكن دائماً يعني البازارات إنك تنزي تشوفي القطعة على أرض الواقع هي أفضل إن كان دي المستهلك من أي عملية ممكن غير شخلين ويقع فيها خلينا نحكي أكتر عن البازار مدته هل يوم في شيء أفكار جديدة حابين تطبروا في شيء؟ نحن قبل ما يطبقوا علينا القوانين الجديدة كنا نعمل يوم سبت سبت أي سبت؟ لا كل خمسة عشر يوم ومن التسعة الصبح لثلاثة الظهر فنحنا ما يعني كانوا سيدات يجوا هيك يعتبروها جوا اجتماع ويجوا ويخلصوا ويروحوا يوم معاهم هلأ اضطرينا نعملوا أربعة أيام بالشهر كرمال الموافقة تخفيف الموافقة يعني أنا بتمنى أن نرجع كلهم عم بيطالبوا أنه بدهم بس يوم السبت يعني هلأ نحنا أغلب اللي بدون يشاركوا أنه يا عندهم أولاد بالمدارس يا هني معلمات يا موظفات كلهم بدهم يوم سبت ونحنا مضطرين نعملوا أربعة أيام كرمال إن شاء الله هون يمكن بنقص عدد المشاركين في هلأ نحنا كانت هاي التجربة لمضطي اللي كانت من الثاني للخميس هي كانت أول تجربة بأربعة أيام بس كان أنا إلي شهرين ما نعمل يعني كان عندي أربعة أسواق معاملتها فكانت كن بلي هلأ الجاي ما بعرف شو الوضع نحنا عنا 30 طاولة هاي هي 30 طاولة في طاولة منهم لنحلات سوريا هاي دائما المكان وين عم بيكون ولا مختلف بكل شهر أو ثابت نحنا نجاح السوق تبعنا من سبات المكان وكان والزمان دائما بصالة جامعة حسيبة بمشروع دمر الجزيرة العاشرة دائما هونيك والتوقيت كان سابقا أنه سبت إيه سبت لا من 9 صبح لا 3 الظهر حاليا غيرنا كان فيه ظرف استثنائي طرينا نعمله من الثنين للخميس هلأ المستقبلا هو أول أسبوع من الشهر يعني بده يكون أول أسبوع مثلا من شهر تشرين رح يجي 30 أيلول يوم سبت فبيجي 30 أيلول سبت 1 2 3 1 2 3 إن شاء الله نقدر نعب الأربع تيام وإن شاء الله يكون فيه حضور وإن شاء الله يعني نلقى الدعم من الدولة ومن وزارة الاقتصاد أنا أصرع أنه يوصل صوتي وأنه يعملون لنا توصيف خاص لإلنا وينتشر يعني حتى بالشام الشام كبيرة دمشق كبيرة يعني ممكن أن نعمل بمناطق كتير متعددة والحاجة زادت اليوم بسبب الواقع إن شاء الله اليوم هيك صوتك يصل حقيقة كتير زادت من خلال صباحنا وبدأ نرجع أن أعطيكم ألف عفية لكل الجهود اللي عم تقدموها وشكرا لكل اليوم لكل حدا اليوم عم يقدم فكرة عم يساهم فيها بخلين أقول رفع الدخل إن كان إلو إن كان ليد العامي اللي عم تشتغل معه شكرا لإليك وبالتوفيق نورتوا الصباح شكرا لإلكون نحنا شعار سوقنا هو نحنا الدواء بزمن الغلا شكرا للإخبارية على الإضاءة شكرا لكم شكرا لحضراتكم شكرا كتير لإليكم بتمنى لكم كل التوفيق